كالعادة وكل أسبوع في مصر بيحصل أمور جدلية وأعتقد أنه دي طبيعة الحياة لكن أحياناً أشفق على الناس جداً أشفق على الناس جداً من كمية الموضوعات اللي بتثير الجدل وتعمل بلبلة وألأ وتساؤلات بلا هدف وبلا داعي أحياناً أشفق على أي شخص عائل من أنه مثلاً يسمع ترند أو رأي زي هي المرأة مسؤولة أو ملزمة أنها تعمل إيه وما تعملش إيه في حياتها الأثرية وأنه يبقى فيه فريقين فعلاً يتجدلوا ويتخنقوا في فكرة هي المرأة ملزمة بحاجات في علاقتها الزوجية وعلاقتها بولادها وجوزها ولا مش ملزمة بحاجات ولا عكس كمان ينفع بقى نتناقش في أنه هو الزوج ملزم يصرف على بيته وأولاده ولا لأ هو الزوج ملزم يربيهم ولا لأ وحاجة تشفق فعلاً على أي شخص عنده عقل الحقيقة كمان أنه بتشفق جداً على أي حد قرر أنه يختار يعيش إنسان طبيعي لأنه ببساطة جداً الشخص اللي بيقرر يعيش طبيعي بيقرر الأول يعرف واجباته وبعدين يفهم حقوقه وبعدين يدخل في منظومة جديدة اسمها منظومة الزواج على نفس المقياس تدقوني وأنا مش عايز أتكلم النهار ده خالص على التريند ده لأنه مدقيقني بسراحة